كثير من الشعراء منهم على رأس الشعر الكبير محمد يحيى أبو عيسى وهدي يحيى ويحيى الحليسي وعيسى عامر العلامي وجدونا إلى هذا المكان وعملنا بيئة شعرية وعملنا دمات وامور حقيقة ارتاح لها القلب برضو عملنا الملة وسوينا ملة بطريقها القديمة تعرفون حطب وحجران وخبار وندفنها وزي كذا وخبز ولحم فحقيقة ارتحنا من فعاليات جمعة الكبار وش الصغار يعني في ليلة أكثر من سبعين شخص اجتمعنا طبعا جازان يبعد عن مئة وسبعين كيلو وفعاليات هنا وأنا حرصت أن أعمل فعالية في قريتي لأجمع الشباب وننبسط فيها ونرتاح في الربيع أولا أهرم من ضجيج السيارات ومن المكيفات ونحاول نعيد من الماضي شيء بسيط جدا فاللي عاشوه الآباء والأجداد